أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قسارة جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين وخلال تفقد الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة ووجه مدبولي بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة خلال تفقده منطقة الخدمات بالمشروع كما تفقد المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز كما زار مدبولي المدارس القريبة من منطقة الخدمات حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعمال المعلمين كما توجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمرات